مشاهدين الكرام لتسليط الضوء أكثر على ملف الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق بعد غزوها البلد ينضم لنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبدالقادر النايل حياكم الله أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بك ومشاهديكم لا فاضل بداية يعني إقرار رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي السابق مارك ميلي بأن بلاده قتلت الكثير من الأبرياء في الحروب التي خاضتها ولا سيما في العراق هو ليس أمرا جديدا يعني يعلمه القاصي والداني لكن هذا الاعتراف في أي إطار يمكن أن يوضع من المعلوم تماما أنه اعترافات رئيس هيئة الأركان المشتركة وهو معني بهذه العمليات هي شهادة مهمة وتاريخية تنفع العدالة وبالتالي هذه الإدانة في قتل الأبرياء كما أشار إلى ذلك واعترف رئيس هيئة الأركان المشتركة هو إدانة وفق كل القوانين الدولية لما تفعله أمريكا من جرائم حرب بحق العراقيين وبحق السوريين وبالتالي هذه الاعترافات تأتي أن الولايات المتحدة قتلت الأبرياء فما بال هذه الميليشيات التي ساعدتها الولايات المتحدة والقوات الحكومية التي أصلا تعبأت طائفيا في الذهاب إلى المناطق المكون السني سواء في الموصل أو الأنبار أو صلاح الدين أو ديالة بالتالي نحن أمام جريمة متكاملة الأركان بعد هذه الاعترافات لأن قتل من الأبرياء موجودين سواء كان نساء وأطفال أو رجال والشواهد واضح على الإفراط في استخدام القوة ومن ثم الاعتراف من أعلى جهة عسكرية مثلت حتى وإن كان الآن متقاعد هو مثل هذه الحرب وكان يشرف عليها وهو شاهد فيها وبالتالي كل المواد القانونية تجرم وتؤكد على أن ما تم فعله هو جريمة حرب وهي إبادة جماعية متعمدة مقصودة بحق إزهاق الأرواح العراقيين من الأبرياء طبعا يوجد في العراق حكومة وأحزاب ترفع شعار كلا كلا أمريكا وهي تناصب العداء للولايات المتحدة وفي العلن لا نعلم في السر ما الذي يحدث لكن في العلن تقول نحن أعداء الولايات المتحدة وهم احتلال لماذا لا تستغل هذه الظروف وهذه الاعترافات لكي تفتح جبهة قانونية ضد الولايات المتحدة تطالب فيها بتعويضات للمتضررين من هذه الجرائم التي ارتكبت جرائم الحرب وكذلك تثبت أنها تقف بالضد والعداء من الولايات المتحدة كقوة احتلال وغيرها مثل العراقي يقول وافق شن طبق هؤلاء يحتضنون كل من يقتل العراقيين وبالتالي لن يفعلوا ولن يفتحوا حتى وإن كان ادعاءهم الاعلامي بأنهم ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم كانوا شركاء الجريمة وبالتالي كل من يقتل العراقيين ولا سيما بإطاره الطائفي لأن القتلى سنة العراق فإن هؤلاء يفتحون أيديهم ويتعاونون مع هذه القضية لأنهم أيضا يسعون إلى التطهير العرقي والتطهير الطائفي والقتل والإبادة الجماعية فهؤلاء أيضا مجرمين الحرب كما تفعل ولاية المتحدة الأمريكية وهم شركاء في الجريمة لذلك ترى أن حكومة الإطار التنسيقي وهذه الميليشيات إذا ما وجدناها أنها تتفق مع من تحتضن مع من حتى مسألة إبلاس خارت التي احتضنتها طوال هذه السنوات وقدمت إبلاس خارت خدمات لهم ذلك لأن إبلاس خارت قبل أن تأتي قتل السبعين مواطنا بريئا في كاركوك ولذلك حقيقة قدسوها فإذن هؤلاء يقدسون قتل العراقيين ويتعاونون معهم لذلك لا حكومة الإطار ولا السوداني ولا غيره سيفتحون تحقيقا حتى وإن كان من باب ذر الرماط في العيون لأنهم حقيقة جميعهم مشتركون في مرحلة الإبادة الجماعية والقتل الجماعي أستاذ عبدالقادر رئيس هيئة الأركان الجيش الأمريكي السابق قال بأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل الآن لا تختلف عن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في البلدان التي خاضت فيها حروب بنفس الوقت نحن نسأل هل يمكن رفع دعاوى دولية ضد الولايات المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها في ظل امتلاكها بعض الضغوطات كما حدث الآن مع قضية تجريم حكومة نتنياهو أن الكونغرس الأمريكي بادر بسرعة في تهيئة أوراق عقوبات وكذا على المسؤولين عن المحاكم الدولية التي قد ترفع عن طريقهم القضايا والدعاوى إذن الولايات المتحدة أيضا تحاول أن تحصن نفسها من هذه المشكلة كيف يمكن محاسبتها؟ وفق القانون الدولي ووفق هذه الاعترافات فإن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية والقانون الدولي ودينها وبالتالي هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ما نحتاجه أن تتقدم دولة كما تقدمت بعض الدول لتجريم إسرائيل والكيان الصهيوني على جرائمه في غزة نحتاج أن تتقدم دولة إلى محكمة العدل الدولية لترفع هذه الدعوة وبالتالي قوة الوطنية العراقية والمناهضة للاحتلال لديها أدلة ويمكن أن تزود أي جهة معترف بها داخل المحكمة العدل الدولية وتفتح بابها لإقامة الدعوة مستعدون لتزويد وثائق مهمة على هذه الجرائم ويزيد عن الاعترافات التي أدلى بها قائد القوات المشتركة بهذا الإطار لكن حقيقة لا توجد هناك إرادة إلى هذه اللحظة لمساعدة الشعب العراقي المظلوم لأن الكل يبحث عن مصالح الاقتصادية في العراق وبالتالي الجرائم التي حدثت ولا سيما في الموصل هي أكبر مما تحدث الآن في غزة رغم أن في غزة جرائم كبيرة وإبادة جماعية وهذا مسؤول عن كلامي لأن حقيقة الآلاف دفنوا نتكلم أكثر عن 200 إلى 250 ألف حضرتك فتحت باب السؤال أستاذ عبد القادر وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت بأن هناك ضحايا سقطوا في مدينة الموصل بفعل قصف التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة شبها بالأرض المحروقة سياسة الأرض المحروقة التي تبعت في عملية قصف هذه المدن هل تتعمد الولايات المتحدة كغيرها من قوات احتلال أن تستخدم هذه الاستراتيجية العسكرية عملية قصف عشوائي مدمرة تسمى الأرض المحروقة أم الغاية تبرر الوسيلة لدى البعض لا لا الأمريكان يستخدمون القصف المتعمد لقتل أكثر عدد ممكن من المواطنين الأبرياء وهذا القتل المتعمد يسمى إبادة جماعية وبالتالي هم لا يأبهون لعدد المدنيين كما يفعل الكيان الصهيوني في غزة بذات السيناريو لأن الذي حقيقة يمتلك هذه الاستراتيجية هي فقط الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها عندما تبيد مدنيين وغير مدنيين من أجل حقيقة أن تحسم عسكريا لا أن تحسم المعركة وبالتالي ما جرى في الموصل الكل يعلم تحت الأنقاض وحدها أكثر من خمسين ألف لم تتعاون لا حكومة العبادي ولا غيرها من حكومات الاحتلال على أقل تقدير إكرام الميت دفنه لأنهم يرون هؤلاء بإطار ضائف وبالتالي حقيقة سياسة الأرض المحروقة يأخذ أركان أهم عمليات القوات الأمريكية ولذلك عندما نعود إلى الوراء في معركة الفلوجة بين المقاومة والجيش الأمريكي أيضا استخدموا الفتسفور الأبيض واستخدموا سياسة الأرض المحروقة لكن كانت هناك نكاية أكبر وبالتالي معركة المطار شاهدة عندما استخدموا حقيقة سياسة الإبادة الجماعية لذلك ركيزتهم الأساسية في الجيش الأمريكي وما يملي عليهم أيضا الكيان الصهيوني هي سياسة واحدة وهي القتل الجماعي والإبادة الجماعية بأكثر عدد ممكن أضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي لأستاذ عبد القادر النائل كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك